السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما من أحد إلا ويطوله الخطأ تلك هي الطبيعة البشرية سوء التقدير الضعف الرغبة وهكذا لكن الناس يختلفون في التعامل مع هذا الخطأ إذا عرفوا فمنهم من يصحح أو يصوب ومنهم من يزيده ومنهم ومنهم والأخطاء وأنواع من دون شك خطأ مع الناس عصيان الله في أمش العجيب أن تجد فئة من الناس تستطيب الحديث في الخطأ الذي كان سواء كان خطأها أو خطأ غيرها ليس من باب العظى أو العبرة بل من باب المتعب التكلم على أخطاء النفس أو الآخرين ومما يزيد الأمر عجبا أن تجد فئة لا هم لها سوى أن تترصد العيوب بغية التشهير والفضائح تأمل الحديث الشريف لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة الستر في اللغة هو تغطية الشيء ويمكن أن تقول بكسر السين والستر وستر الشيء أخفاه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق ومنها الستر فإذا رأى الإنسان من أخيه معصية فلا يفضحه ولا ينشرها بين الناس بل يسترها وفي الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله عز وجل يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل ويكون ستره له بستر عيوبه ومعاصيه عن إذاعتها على أهل المحشر وقد يكون بترك محاسبته عليها وذكرها له والله أعلم هكذا يقول شراح الحديث الشريف وكل هذا خير ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الخلق في عصرنا حيث اخترقت البيوت والحرمات بأجهزة التواصل والشاشات والعدسات وخطأ الاستعمال والاستخدام وارد التسجيل الصوتي أو المرئي وغير ذلك إن النبي الكريم يقدم بشارة عظيمة لمن يرى زللا هنا أو خللا هناك فيستره ولا يتكلم به إن الله يستره يوم القيامة من أن تفضح عيوبه قال أبو بكر رضي الله عنه لو وجدت شاربا لأحببت أن يستره الله ولو وجدت سارقا لأحببت أن يستره الله وقال أحد العلماء ضيق الله تعالى باب الكشف على العصات فتأمل كثيف ستر الله كيف أسبله على العصات من خلقه بتضييق الطريق في كشفه وكشف العيوب وفطح الناس قد يقع من باب المجاهرة بالفعل أن يجاهر الشخص نفسه بذلك وهذا من المحظورات فبعد أن ستره الله تراه يتحدث في ذلك وفي الحديث الشريف كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ولا شك في أن توجيه الحديث الشريف واضح كل واحد من هذه الأمة إذا ارتكب معصية يرجى له عفو الله ومغفرته إلا المجاهرين بالمعاصي والمجاهر الفاسق المعلن بفسقه الذي يأتي بالفاحشة ثم يشيعها بين الناس تفاخرا وتهورا ووقاحا وإن من المجاهرة أي من الوقاحة والاستهتار والاستخفاف أن يعمل الرجل بالليل معصية ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا أن يحدث إخوان السوء من أصدقائه بأنه فعل المعصية الفلانية أمس وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه وذلك لأنه لا يريد الستر وإنما يريد الفضيحة حيث يراها في نظره مفخرة ومباهات والعياذ بالله التوجيه واضح في الحديث أن على من ابتلي بمعصية أن يستر على نفسه وأن لا يتحدث فيها ولكن مع الأسف قد نجد اليوم خلاف ذلك من باب التقارب بين بعض فئات الناس يقدم الواحد منهم جواز سفر بصلاحية جديدة للانتماء إلى هؤلاء فيتحدث أنه ضرب وهتك وسرق وفعل أشياء وأشياء إن المجاهر بالمعاصي وإشاعتها والتباهي بها يحمل الناس الآخرين على التقليد والوقوع فيها ومن هنا تعم الفوضى في المجتمع ويكثر الفساد فالمجاهر أشبه ما يكون بمن يوسوس للآخرين بحلاوة فعله ولا يقتصر الأمر عند من يتحدث بأخطائه بل يتعدى ذلك إلى من يتتبع عورات الناس بغية فطحهم وهذا من خوارم المروءة وهذا ملاذ السفهاء وانتقام أهل الغوغاء كما يقول أحد العلماء وهو مستسهل إذا لم يقهر نفسه عنه برادع كاف وزاجر صاد وهذا الصنف لا يرد عليه ولا يخالط ولا يصاحب في الحديث الشريف فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فجمع بين الدم والعرض لما فيه من إغار الصدور وإبداء الشرور واكتساب الأعداء لاحظ الحديث الشريف المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلموه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة من اطلع من أخيه على عورة أو زلة فستره ولم يفضحه ستره الله يوم القيامة والله أبو فراس الحمداني قدم صورة نموذجية مدهشة في واحدة من أجمل ما كتب من الشعر العربي النص الذي مطلعه أمال جميل عندكن ثواب ولا لمسيء عندكن متاب لقد ضل من تحوي هواه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعاب ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب وأجري فلا أعطي الهوى فضل مقودي وأهف ولا يخفى علي صواب صبور ولو لم تبق مني بقية قأول ولو أن السيوف جواب وقور وأحداث الزمان تنوشني وللموت حولي جيئة وذهاب ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على علاتها وكلاب أنا الجار لا زادي بطيء عليهم ولا دون مالي للحوادث باب ولا أطلب العوراء منهم أصيبها ولا عورتي للطالبين تصاب هذه أخلاق الفرسان أخلاق النبلاء أخلاق المروء ولا أطلب العوراء منهم أصيبها ولا عورتي للطالبين تصاب الستر هو تغطية العيوب وإخفاء الهنات أن ترى القبيح فلا تظهره ولا تفضحه لقد كثرت النصوص التي تحث على الستر وتحذر من تتبع العورات والزلات وقد روي عن عالم أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم إن تتبع العورات علامة من علامات النفاق ودليل على أن الإيمان لم يستقر في قلب ذلك الإنسان الذي همه أن ينقب عن مساوئ الناس ليعلنها بين الملأ وحينما يجعل الإنسان الستر عنده فضيلة ومبدأ لا يفارقه فهو ينشغل بعيوبه ولا يشتغل بعيوب الناس وهذا هو النجاح وهو الفلاح إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك منفور وعرضك صين فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن يحب الله سبحانه وتعالى الستر على الخلق ويأمر به وفضل الستر والستر عليهم عظيم وهو سبب لستر الله تعالى للإنسان في الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين